قالت مديرة العلاقات العامة والإعلام البترولية في وزارة النفط الشيخ تماظر خالد الأحمد الصباح خلال ندوة متخصصة نظمتها الوزارة بمشاركة وزارة الدفاع قالت إن الأمن السبراني يعد عنصرا استراتيجيا لحماية الأصول في قطاع النفط والغاز ومن الأمور الحيوية والحساسة نظرا للأهمية البالغة لهذا القطاع وتأثيره الكبير على الاقتصاد العالمي وأضافت الشيخ تماظر أنه مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في عمليات النفط والغاز أصبح الأمن السبراني ضرورة ملحة لحماية هذه الصناعة الحيوية مشيرة إلى أن ذلك يتطلب تكاملا وثيقا بين التكنولوجيا المتقدمة والاستراتيجيات الأمنية المتطورة والتدريب المستمر للموظفين